موسيقى بالمول كارنفال الدولي لأقادير حلم تحقق بمبادرة مزيزة جماهية لأقادير لدارة البرنامج العماندين وعلى الكارنفال وبفضل الجديد في العمال والوفاة بالالتزامات المعروفة بسيدي السيد عائس المجلس سيد عزيز أخونش موسيقى موسيقى بداية الفعالية كانت في قرية الكارنفال يوم الخامس 20 يوليوز 2023 ذي كان فيها ورشات لصناعة الأقنعة وأزياء بين مولي فائدات الأطفال والشابه طينات ثلاثة أيام الزيد من 32 ألس زائر زاروا القرية واستمتعوا بموسيقى الفرق التراثية في أجواء عائلية رائعة موسيقى يوم الجمعة هرفض سينما صحراء تنظيم دواع علمية دولية شاركوا فيها باحثين من المغرب من ألمانيا ومن فرنسا ومن جزول كناري هذا من دواع عرفت حضور نوعي فاق 200 مشارك الهدف من دواع كان هو المساهمة في تطوير المحط العلمي في ميدان بالمول موسيقى يوم السبت كان موعد مع تنظيم استعراض بالمول الكرنفال الدولي لأقادير اللي اخترت شاريع محمد الخاميس هذا الشاريع رغم كبار ديالو ضاقت الجانبات ديالو بأزياد من 85 ألف من الساكينة ديال أقادير الكبير اللي حضرت بكثافة لمتابعة الكرنفال عائلات بكاملها أمهات أطفال بنات حضروا لمتابعة الكرنفال والتفاعل معها أكثر من 1500 مشارك في إطار 31 جمعيا موسيقى مباشرة بعد انتهاء الاستعراض انطلقت الأمسية الغنائية الأولى وتلتها اليوم الأحد الأمسية الغنائية الثانية هم الأمسيتين نشطهم فنانين وأسماء وازنة في عالم الغناء والطنشط اللي استكتبات أزيد من 200 ألف متفرج في ساحة الأمل المواطنين اللي حضروا عبروا على الفرحة والغبطة ديالهم في عين المكان وعبر وسائل التواصل الاجتماعي موسيقى نجاح الدورة الأولى لبيلمول كرنفالدولي لأقاذير هو كذلك كان نتاج الاعتزاز الشعبي بالموروط التقافي بالمول هذا الاعتزاز قد يضمن هاد تظاهر مزيد من التطور نحو العالميان باش تفتح الشباب المغربي أفاق التعريف بالإبداعات ديرون في مجال بيلمول موسيقى لما تخرجوا ما تنسوش تابنوا في العشين يوتيوب بارتاجوا الفيديو ديروا جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي موسيقى